موسيقى مرحبا حلقة جديدة من برنامج أخبار سباح اليوم الأربعة 14 كنون الثاني اليوم بحلقتنا البداية من ظهر البيدر مطرح ما كل عرس في القرص احتفال بمناسبة عيد المولد النبوي بتنظيم جمعية المبرات الخيرية الإسلامية رواية أمير الضباب للكاتب الألماني مارتن موزباخ وحفل إطلاق ألبوم مسرحية شمس وأمر أما ضيفنا لليوم الموسيقي سيمون شهين لنحكي معه أكتر عن الأمثيات اللي رح بتصير بمسرح المدينة إنما البداية ومثل العادة مع أحوال التأس والهيئة في شتة اليوم منعرف أكتر من الأستاذ ويسام عبدالله من مصلحة الأرصاد الجوية سباح الخير نهلا صباح النور سباح الخير سعد صباحك كيفك؟ الحمد لله تمام أنا ما عم بسمعك منيح رأترك لك الحديث تخبرنا اليوم كيف رح بيكون التأس بكافية تأسنا المستقر عم بيكونوا مسيطة على الحوض الشرق المتوسط لحد فترة بعض الظهر ابتداء من فترة بعض الظهر لبنان حيتأثر بمنخفات جوي بيؤدي إلى تأس ماطر وبيترفع مع واصف العادية ابتداء من ليلة الأربع اليوم هذا من نسبة لحالة العامة تأسنا اليوم هيكون قليل غيوم صباحا شوية بترتفع الحرارة ابتداء من بعض الظهر حتنخفض الحرارة بشكل كتير منحوز بما يقارب أربع أو خمس درجات يبلش الهواء يقوى ابتداء من المسأة بتبلش تساقط العمطار ونتيجة انخفاض الحرارة راح نشوف تروج على ارتفاع ألف ومئة متر بالمناطق اللي باعي يمكن تنزل تسعمية أو تنمية وخمسين عم نحكي عن اليوم الليلة يعني ابتداء من بعض الظهر ابتداء من بعض الظهر نبلش نحس بالهواء القوي نحس بالهواء القوي ما تبلش يقرب علينا منخفات الجوي وحيطرفق مع واصف العادية بالمسأ اليوم وحيكون في عنا جريد على المرتفعات تقريبا بكل المناطق الجبلية اللي ارتفاع 800 ماتر وطلوع نعم الخميس بكفة كمان الخميس قبل الظهر بيرتاح شوي في عنا شوية أمطار خفيفة ابتداء من بعض الظهر كمان بيكون عنا انخفاض بالحرارة نعم اشتد غزارة الأمطار خاص بمناطق الشمالية وكمان حيكون عنا عواصف العادية ونتيجة الانخفاض بالحرارة بينزل مستوى الترجل للألف تقريبا او اقل شوي بالمناطق الداخلية ومناطق الشمالية اوكي والجمعة والجمعة بكفة بها الطريقة لا الجمعة كمان بكفة لا السبت الظهر السبت الظهر اه كمان الجمعة في أمطار ايه رجع الموديل عطى معلومات اكتر اليوم مكفيها ثلاثة ايام يعني أمطار بس اول شي الخميس يبدو هيك ما بين فترة الصباح والظهر فترة بعد الظهر عفوان الخميس بتعطي غزارة أمطار من حين لاخر اكتر حساب مناطق الشمالية كمان نعم وبالما بدأ الويك اند رح بكون صاحة الويك اند ما نضيف نضيف حلو هيدلك طيب درجات الحرارة اليوم قديش بتوصل من بعد ما تنخفض يعني بعد الظهر اه بتصير 4 على 18 على الساحل يعني لو اليوم في شتاء اه الصبح او الظهر او بعد الظهر كان كمان الترجبيزر اكتر كمان اه بجبال من 1 ل 12 بعض الحرارات متدنية جدا يعني بعضنا ما يعني على طول دايما خطر الجريد لانه الحرارات اليوم وبكرة وبعض بكرة دايما على انخفاض اصلا من بعد زينة باية الحرارة منخفضة يعني نحنا بعدنا لهلأ صباحا ومساءا عن جد منحس بساعة كتير قوية صحيح زينة تركت لنا يعني وقفت لنا الشتاء والترج بس ساعتها تركت لنا ايهون مزهوط على اساس ان احنا مندبر امورنا هون ايه منزبط حالنا طيب شكرا لقلك استاذ ويسام اكيد نرجع منحكيكم بكرة لمزيد من التفاصيل خاصة ايام الويكند رح نتقل الى الاخبار السياسية وعنوين الصحف مع جوال صباح الخير صباح الخير اليك صباح الخير لكل اللي اللي عم يتابعونا مثل العادة رح نبدأ شوالة سريعة على ابرز عنوين الصحف الصادرة لليوم الاربعة اربعة عشر كنون بتاني البداية مع صحيفة النهار الجيش يتلقى اسلحة وآليات قديمة اقتراز مع علامة استفهام خطة رومي يغطيها التوافق وتنطلق الى البقاع التفاوض حول اطلاق العسكريين عاد الى الصفر ام متقدم وعميق القبض على النابوش القريب من الخيال للاشتباه بنياته بتفجير نفسه تأييد عارم لتقارب القوات والتيار الحر هل ينقض تشريع الضروري سنة 2015 ايضا ضمن مدنيات النهار استملاك بيت فيروز رسميا لتحويله مدحفا فرنسا بثلاثة ملايين شارلي برلين تظاهرات ضد الاسلاموفوبيا روحاني الدول التي تسببت بخفض اسعار النفط ستندم وباختمع الافتاحي لليوم بالنهار بقلم سمير اعطالة مدينة الساحات من النهار لعنوين صحيفة السفير الأمن يلاحق الأحزمة توقيف ثلاثة إرهابيين غطاء لخطة البقاع وجمبلات لمواكبتها بالإنماء واشنطن تمنح الروس ستة أشهر لإطلاق العملية السياسية اجتماع موسكو السوري بمن حضر تفاوض نووي بين ضريف وكريء اليوم روحاني الدول المتآمرة لخفض اسعار النفط ستندم نسفير بنتئل لعنوين صحيفة الحياة فرنسا مهددة من الداخل والخارج وأوروبا تخشى آلاف الجهاديين ثلاثة ملايين نسخة من شرلي بدوء اليوم وميركل تتعهد بمكافحة التعصب البيت الأبيض يدرس دعوة روسيا والسعودية والإمارات ودول التحالف قمة واشنطن لاستهداف الخلايا النائمة داعش يرسل تعزيزات جديدة إلى دير الزور شبل الخلافة يعدم جاسوسين روسيين التحقيقات تتناول داتا اجهزة كمبيوتر الإسلاميين لكشف انتحاريين محتملين توزيع موقف فيرومي والمشنوق يعد بسجن أكثر إنسانية أيضا معنوين الحياة قبائل ومقرب مستعدة لصدي زحف الحوثيين النفط دون 45 دولار هذا كان ختم عنوين الحياة لانتقل إلى أبرز عنوين صحيفة المستقبل بعد التحرير رومي البقاع الشمالي جنبلات مرتاح لحل النفايات واجتماع كليمونسو اليوم للتبريد بحضور وزراء المالية والبيئة وارسلان مقتل قائد ميليشيا شيعية عراقية وأنباء عن إصابة سليماني ماركل تتصدر مسيرة ضد الإسلاموفوبيا وتؤكد مكافحة تعصب بكل الوسائل باريس الحرب على الإرهاب لا الإسلام وثيقة سرية إسرائيلية صنامي أوروبي ضد تل أبيب أيضا بالصفحات الداخلية لليوم بالمستقبل ماذا عن السياسات الإسلامية للولدان الأوروبية المجتمع المدني طرابلس لا تتجزأ والمصيبة تجمعنا ختام عنوين المستقبل أهالي العسكريين ننتظر جوابا وإلا تصعيد من المستقبل لعنوين صحيفة الأنوار وزير الداخلية يتفقد غرفة الإرهاب وتصعيد من أهالي العسكريين الجليد يحاصر مئات السيارات على طريق ظهر البيدر الحكومة الفرنسية يجب القضاء على جيش داعش الإرهابي من رومي إلى النعم الكيل بميكيالين التحالف يشن 11 غار على سوريا والعراق تقدم للمعارضة على أطراف دمشق الشرطة الأوروبية 5000 شخص يشكلون تهديدا أمنيا وبختم مع الافتتاحي لليوم بقلم رفيق خوري أوروبا وعسكرة فرنسا على خطى أمريكا من الأنوار بتابع مع عناوين صحيفة اللواء تفكيك الإرهاب يمهد لتفكيك خلايا اللصوص وسلاح الأحياء العنوال العريض لليوم باللواء الحوض الرابع بند تجاذبي أمام مجلس الوزراء ولا عودة عن إجراءات منع النزوح غير الشرعي فيديو لداعش يظهر فتى يعدم جاسوسين لروسيا موسكو تحدد 26 الجاري موعدا لانطلاق الحوار السوري محادثات سلام ليبية في جناف اليوم شارلي إبدو تجدد تحدي المشاعر ومفتي مصر يحذرها ألمانيا تتضامن مع المسلمين وفرنسا لن ترضخ للإرهاب بافتتاحية اللواء لليوم بقلم فؤاد مطر المواجهة بعد المعالجة فالمناصحة العاصفة الثلجية تلبس صيدة ثوبها الأبيض عروس الشلال تتجمد بفعل العاصفة من اللواء بتابع مع عنوين صحيفة البلد عاصفة رومي تتفاعل أمنيا وأهالي العسكريين يصاعدون هل أسقطت السعودية الفيت الرئاسي عن عون هل تنخفض أسعار السيارات مع تراجع النفط باريس تتحدى الإرهاب والأوروبي لسياسة أمنية موحدة موسكو تطلق محادثات دمشق والمعارضة وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالبلد وهي مثل ما عم يشوف لأهالي العسكريين المخطفين وهنا عم بعيده قطع طلعة السراي الحكومة وكل الطرق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح مبارح ملوحين بالتصعيد بترجم الأبرز عنوين صحيفة The Daily Star مخاوف من المزيد من الهجمات الإرهابية بعد هجوم رومي قرار باقتحام رومي وإشادات من قبل المسؤولين السياسيين هولاند يؤكد أن فرنسا لن تأخذ دور الضحية ولن تخضع مطلقا بوجه الإرهاب أوباما يسعى إلى مؤتمر لتفويد الحرب ضد داعش تابع مع ترجم الأبرز عنوين صحيفة لوريون لوجور في رومي الشخص الذي كنت أتعامل معه أكثر كان التاجر نقطة حامية في المبنى بي تهنئة للوزير المشنوق والقوى الأمنية البابا في سريلانكا بين الحماس والهدوء وختيما التحديات الخمس لفرنسا من الحرب تابع مع نوين صحيفة الشرق اتصالات تهنئة للمشنوق من الأطراف كافة إجماع وطني حول عملية رومي ضمن رأي الشرق اليوم بقلم عون الكعكي منابع الإرهاب التهاني تنهال على عون الكعكي بانتصار لائحته تنظيم الدولة يحتجز 21 قبطيا مسيحيا في ليبيا سنت أمريكي واحد بمليوني وستمائة ألف دولار وختاما ضمن الشرق اتجاه لخفض تعريفة النقل نشر إلى الشرق الأوسط فرنسا نقر بالقصور الأمني ولسنا في حرب مع الإسلام جدل حول رسوم مسيئة للرسول في أول عدد لشرلي إبدو بعد الهشؤوم العساف الميزانية السعودية تحدت انقفاض أسعار النفط 15 ألف مقاتلا في مأرب لصد تحشيدات المتمردين بعد الجيش الحوثيون يهيمنون على الأمن الخاص 70 فصيلا مقاتلا في سوريا يسيطرون على 60% من الأرض وختام عنوين الشرق الأوسط شكوك حول مصير الحوار الوطني الليبي اليوم تابع مع عنوين صحيفة الأخبار نصر الله نملك كل أنواع الأسلحة نعلوان العريض لليوم بالأخبار نحو إعادة البحث في فرض التأشير على السوريين بعد اعتراض 8 أذار كازينو لبنان السياسة تلعب بالمتعاقدين خطة النفايات زحف العاردين وتقهقر المعترضين وختام عنوين الأخبار سوريا أزمة ثقة مع دميستورة خطام جولتنا مثل العادة بيكون مع عنوين صحيفة الجمهورية البقاع بعد رومي العنوان العريض لليوم بالجمهورية والصورة الرئيسية حملة عنوين قاسم للجمهورية الرئاسة ليست قريبة ماذا ستحقق موسكو من حوار بلا رصيد الانقسامات في داعش إلى الواجهة مجدداً وختام عنوين الجمهورية فرنسا لن نردخ وحربنا ضد الإرهاب وليس الإسلام مع هالعنوان من كون وصلنا لختام جولتنا على الصحف رح نتوقف مع أول فاصل من بعد أبرز المواعيد السقفية مع جوال خليكم معنا